الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الدعاء سلاح المؤمنين هو عدتهم في كل زمان ومكان لا يستغني عنه القوي قبل الضعيف فهو عدتنا وعتادنا كمثل الجندي في المعركة متى تخلى عن سلاحه أو سقط منه تراه خاسرا منهزما عاجزا مكسورا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء والملك جل وعلا أراد منا أن نكون أقوياء أقوياء في الإيمان قبل البنيان ولذلك أرادنا أن ندعوه بالطريقة العملية ربما دون أن يدر البعض ولذلك ترانا في كل ركعة نقول في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فهذا دعاء لرب العالمين لكي لا نكون من العاجزين لتفتح لنا أبواب النجاة سألوا عن هذا الخليل إبراهيم كيف نجى من النار كيف نجى سيدنا إسماعيل من الذبح إنه بالدعاء كيف نجى سيدنا أيوب من البلاء كيف نجى سيدنا يونس من الظلمات ظلمات الليل ظلمات قاع البحر ظلمات بطن الحوت نجى بالدعاء وهذا سبيل خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولذا علم صحبه الكرام أن من أفضل ما يتقرب به العباد الدعاء حتى وصل الأمر إلى بعض الناس أن الدعاء بلغت مرتبته إلى نصف العبادة فمن يسأل يسأل راوية الإسلام سيدنا أنس بن مالك فقال يا أبا حمزة أبلغك أن الدعاء نصف العبادة قال لا بل هو العبادة كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أعظم شيء تتقرب به إلى الله لتنال ما تريد عليك بالدعاء إذا أردت أن تفتح لك الخزائن فتتنزل الرحمات والعطايا والهبات عليك بالدعاء فهو الذي قال لنا في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي تأمل إلى عظيم الإضافة لمن يسأل ربه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يسألنا ربنا ويقول لنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله خليلا ما تذكرون يسأل سيدنا علي كم بين السماء والأرض كم المسافة فكانت الإجابة عجيبة قال دعوة مستجابة هذا أمر به نجاة العبد كثير من الناس إذا نزلت به ضائقة تراه يتعلق بالخلق دون الخالق كثير من الناس حتى وهو يدعو في الضائقة يعني قلبه منشغل بالمخلوقين قد يدعو ربه لكن التعلق الحقيقي بالمخلوقين لا تعلق برب العالمين لأن العبادة يملونك أما رب العالمين يغضب عليك إن تركت سؤاله قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب الله عليه وقال جل وعلا وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أقبل إلى رب العالمين ودع تعلق القلب بالمخلوقين أقبل عليه فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب أقبل إلى خالقك وتعلق به بقلبك قبل لسانك يقول لك إني قريب مجيب سميع بصير أنجيك كما نجيت عبادي وأوليائي والصالحين اللهم اجعلنا من أهل الدعاء يا كريم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم